اشتركوا في القناة جلالة الملك وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب والشيخ نيلة بن حمد بن إبراهيم آل خليفة وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة والمتميزة وسبل دعم وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مختلف المجالات والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يعود بالخير والمنفع على البلدين وشعبهما الشقيقين كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعربي وأشاد حضرة صاحب الجلالة بهذه الزيارة المثمرة لأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لبلده مملكة البحرين والتي تصب في صالح البلدين الشقيقين وتسهم في تعزيز روابطهما الأخوية الوثيقة مثمنا جلالته الدور المحوري للأردن الشقيق بقيادة جلالة العاهل الأردني في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم العمل العربي المشترك وإسهاماتهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من جانبه أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتمييزها مشيدا بدور جلالته وحرصه على الارتقاء بها إلى مستويات متميزة وبمواقف مملكة البحرين العربية الأصيلة متمنيا لشعب البحرين الكريم دوام الرقي والتقدم والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة بعد ذلك استحب جلالة الملك المفدة أخاه جلالة العاهل الأردني إلى قاعدة لسخير الجوية ترجمة نانسي قنقر